السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من كم يعني من حوالي اكتر من اسبوع انتوا عارفين فيديو احمد حسن وزينب ومن بنتهم ايلين اللي اجتاح موقع التواصل الاجتماعي والفيديو ده طبعا بسببه تم حبسهم وبعد كده تم اخلاق سبيلهم بكفالة فاول ظهور ليهم على الفيسبوك وكلامهم عن مقطع الفيديو وشرحوا فيه ايه اللي حصل بالزبط في مقطع الفيديو وردوا فيهم على تعليقات كتيرة من الناس وإن اللي خلاهم يعملوا المقلب ده هنعرف مع بعض دراج تفاصيل الخبر بس ياريت تحطوا لايك على الفيديو لو انتوا اول مرة تشاهدوا القناة تسوش تدوسوا تحت على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله يصلكوا اي اشعار بفيديو جديد طبعا الفيديو ده اصار جدل وغضب في مواقع التواصل الاجتماعي والمجلس القومي للامومة والتفولة اتحرك وخد ضدهم مجموعة من الاجراءات عشان يحموا الطفلة لكن في اول رد من احمد حسن وزينب على الفيديو بعد رجوحهم تاني الى اليوتيوب وعملوا فيديو هين برجوع زينب بالحجاب قالوا ان الهدف الاساسي من الفيديو كان اضحك وكنا بنهزر وبنلعب مع بنتنا وعاوزين نشوف رد فعل البنت لما امات غير شكلها كنا عارفين ان البشرة السمراء ما بتخوفش لكن بنتنا بتعيط من اي حاجة وهي طبيعي بتعيط وان عيطت اصلا الايل ان هي شافت اول مرة شكل ما تعرفوش وقالت زينب يعني فيه ناس قاعدت تكتب وتقول ده اغمى عليها من الخط ده وجالها استري عياط وجي كانت نايمة وسحيت على الوش ده ومنظرها ده وما فيش الكلام ده وهي ما كانتش لسه صحية ده كان الوقت اللي قبل معاد نومها بساعة وهي قبل النوم بتفتح على طول سرينة عياط لحد ما تنام وقالوا فيه ناس حكمت علينا من خلال الصور وما شافوش الفيديو لانه مش موجود على اليوتيوب وطلعت قالت اننا بنخوف بنتنا لكن اكيد يا جماعة ما حدش هيخاف على بنتنا اكتر مننا احنا ابوها وامها وهي روح قلبنا وهي عايشة احسن عيشة في الدنيا ممكن اي طفل يعيشها وربنا يقدرنا ونعيشها في احسن من كده وقالوا وعلقوا ان على تدخل الدولة اللي بيحصل على السوشيال ميديا وقالت ان مؤسسات الدولة لازم تتحرك وده اللي حصل وده حقهم مجلس الامومة والتفولة اتحركوا عشان يحققوا في الوقعة ده من وجهة نظرهم احنا ان الموضوع مش مستاهل وفي الاخر ابو ام كانوا بيلعبوا مع بنتهم بس زي ما هو يعني يعني الموضوع خد اكبر من حجمه وكان المفروض ان المجلس ان فيه ناس شغالة عليهم وناس بتتصيرلهم الاخطاء على السوشيال ميديا وكبروا الموضوع والموضوع كله ما كانش مستاهد لو جيت نظر احمد حسن وزينب واول تصريح ليهم بعد رجعهم اليوتيوب وقالوا عن حقيقة الفيديو وردهم على فيديو بنتهم اللي بسبب الفيديو ده طبعا اتحكموا وزي ما احنا عارفين اللي حصل في كل الايام اللي فاتت ده كان خبرنا النهاردة بشكركم على حسن المتابع ولو وصلتوا المرحلة جي من الفيديو او للوقت ده من الفيديو تنسوش تحطوا لايك اصابكم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله